اهلا بكم حضرتكم يشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مصاري التحول الديمقراطي في مصر وخطوة جادة في الطريق نحو جمهورية جديدة وذلك لإيجاد مساحة مشتركة تكون نقطة انطلاق لمنقشة كافة القضايا النوعية على الساحة الوطنية من أجل تحقيق مستقبل أفضل ومن هذا الممطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتضية والاجتماعية وفتح باب التحور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديد وشهدت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني حالة من التنوع لكافة فئات المجتمع بمختلف طيارات وأطياف السياسية حيث حرص الجميع على المشاركة والحوار بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن وغيرت خارطة الطريق للمستقبل نحو جمهورية جديدة استضمنت حضور قرابة ألفين مصري وعدد كبير من الصفراء ويستعرض إدرس الأمناء لعقد جلسات لجان وإعداد جدول الأعمال بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة وكشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني عن تلقيهم ألاف رسائل من طواء المجتمع وذلك للمشاركة في الجلسة الافتاحية للحوار الوطني والجلسات الخاصة باللجان مضيفا توزيع الكامات في الحوار الوطني كان مقصور بين يمين ووسط ويسار والحوار الوطني لا يضم السياسي من قطة ولكن شباب وقيادات محلية ونقابات ومهنيين وأتكاد هشام عناني رئيس حزب المتقبلين الجدد أن الخطوات التي تتخذها إدارة الحوار الوطني تعكس جدية المصارى الذي تعمل عليه والرغبة في إنجاحه وإظهاره شكل يليق بمصر أمام العالم أجمع وأضاف أن مجلس أمناء الحوار وضع الخطوات التنظيمية التي تدعم خارطة طريق الجلسات الفعلية والتي تعدد خطوة الأهم في الحوار الوطني باعتبارها تمثل ملتقى مختلف للأفقار والمقاطعات التي لابد أن تتناسب مع الوقت الذي تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة وذلك للخروج بمخرجات تساعد الدرج والمواطنين على مواجهة تلك التحديات كما أكد دكتور عفة السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية وأيضاً الإفريقية بمجلس الشيوق أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس منذ الفتاح السيسي هي دعوة سياسية في المقام الأول وتمت من رأس الدولة وهو دليل على التحول نحو المصاري السياسي وسد شهد جدية وصدقاً وشافة نحو الرؤية الصادقة لهذا الحوار مشدداً أن الدعوة للحوار الوطني جاءت في وقت مهم تمر فيه مصر ظروف اقتصادية وإقلامية ودولية صعبة ليسوا عندنا في الداخل فقط ولكن العالم كله يعيش حالة عدم الاستقرار لذلك المحور السياسي هو رأس الحربة في كل شيء وقال الدكتور كريم سالم أمين مساعدة التدريب والتسقيف بحزب الشعب الجمهوري أن الحزب عمل على تحديد القضايا التي يتم العمل عليها بشكل فعلي على أرض الواقع بعيداً عن الأمور النظرية أو الجدلية بحيث يتم الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق الفعلي وأضاف إن حزب الشعب الجمهوري قدم رؤيته للنظام الانتخابي بما يتماشى مع الأوضاع السياسية والحزبية التي يشهدها الشرع المصري حيث تتضمن حالة من التوازن بين القوائم والفردي بحيث تكون سهلة التطبيق وتحقق تمثيل معظم الأحساب والقوى السياسية ويضمن أيضاً تمثيلاً أكبر قدر ممكن من الأحساب وأكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أهمية الحوار الوطني الذي يعد تتويج لمرحلة كبيرة للغاية سبقها قرار حكيم من القيادة السياسية المصرية بالاهتمام بالتنمية السياسية في مصر بداية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة التوارئ الممتدة من عشرات السنين إلى جانب تفعيل مبادرة العفو الرئاسي واهتمام الرئيس عبد الفتح السيسي بدعم الشباب وخلق منصات للحوار معهم أيضا أضاف عبد العزيز أن الحوار الوطني قبلة حيال السياسيين ومبني على برنامج وملفات ومحاور مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية بدأت تنشط هي وكوادرها وانطلاق الحوار الوطني تتويج لمرحلة كبيرة للغاية كده نكون وصلنا لنهاية هذه التخطية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة كتابعكم أنا مني يحيا وإلى اللقاء